اذا وقد شهدت البلاد احتجاجات شعبية استمرت لاكثر من مئة يوم للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وسرعان ما تطورت خاذه المطالب للمطالبة بتغيير النظام ادخلت الاحتجاجات في البلاد التي انطلقت منذ منتصف شهر ديسمبر الباضي بحسب مراقبين البلاد في مرحلة تاريخية باعلان الجيش عزل عمر البشير من منصبه واعتقاله واقتلاع نظامه بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي حينما ندد المواطنون بارتفاع اسعار المواد الاساسية في البلاد وانخفاض قيمة الجنيه وندرة الكثير من السلع وتطورت هذه الاحتجاجات الى المطالبة بتغيير النظام شهدت هذه الاحتجاجات والسلمية رد فعل عنيف من قبل السلطات التي استعملت مختلف الاسلحة في تفريق المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع بل شهدت بعض المدن بحسب المتابعين استعمالا للرصاص الحي مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحة في صفوف المتظاهرين في العشرين من ديسمبر اشعل متظاهرون غاضبون النار في مقرين لحزب المؤتمر الوطني في مدينتي ضنغلا والقضارف وقتل ثمانية متظاهرين يوم الرابع والعشرين من ديسمبر شهد اضرابا عاما في عدة مدن ووعد الرئيس المخلوع عمر البشير باصلاحات حقيقية وفي الاول من يناير الفين وتسعة عشر امر البشير بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات في الثاني من يناير فرضت السلطات قيودا على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الاحتجاجات في السابع من يناير اعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة اول حصيلة رسمية لعدد المعتقلين بلغت اكثر من ثمانمائة شخص منذ بدء الاحتجاجات تواصلت الاحتجاجات في ظل تعنت النظام في الاستماع لمطالب المحتجين وعدم تبية رغباتهم تزامنا مع ذلك برز تجمع المهنيين الذي عمل على تنظيم التظاهرات وتنزيقها والدعوة لها في المقابل تواصل تدخل شرطة وباقي الاجهزة الامنية وذلك بهدف منع المسيرات وقمعها اثرت بعض الفيديوهات التي تناقلها نشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي دهس سيارات تابعة للنظام للمحتجين مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى اشتدت الاحتجاجات فارتفعت معها وطيرة القمع والعنف الممنهج ازدادت الامور تعقيدا عقب فرض النظام المخلوع لحالة الطوارئ التي جرى اتباعها باصدار اربعة مراسيم تفصيلية حضرت احداها التجمعات والمواكب والتجمهر بالرغم من ذلك طلب تجمع المهنيين من المحتجين تحدي حالة الطوارئ ومواصلة التظاهر لتحقيق المطالب كافة تظاهر مئات الالاف في السادس من ابريل تخليدا لذكرى انتفاضة السادس من ابريل متوجهين نحو مقر القيادة العام للقوات المسلحة عقد المحتجون اعتصاما على مسوى مقر القيادة فتدخلت قوات تابعة للنظام لتفرقهم بالقوة ما تسبب في مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي وصل المتظاهرون اعتصامهم المفتوح امام مقر القيادة العامة مطالبين بتنحي البشير واسقاط النظام وسط التوترات حصلت بعد تدخل ذات القوات مجددا لتفريق الاعتصام شهد هذا الشهر تحولا ضمنيا في موقف الجيش بعدما اشتبك مع عناصر من قوات تابعة للنظام المخلوع بالرصاص الحي في سبيل حماية المحتجين مما نجم عن مقتل جنديين على الاقل متأثرين بالجراح التي كانا قد اصيبا بها خلال الاشتباكات ولتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصاحفي عبدالوخاب موسى استاذ عبدالوخاب بداية المساء الخير عليكم السلام ورحمة الله مساء الخير حياك الله كيف تقرأ المشهد السياسي بعد اعلان بيان القوات المسلحة ظهر اليوم في الحقيقة واضح ان القوات السياسية اصيبت بخيبة امل في بيان الجيش كان واضح ان القوات السياسية تعمل في ان يكون هناك على الغل اتفال من القوات المسلحة من القوات المسلحة فيما يلي تشكيل المرحلة المغبلة الانتغالية ولكن كانت صدمة كبيرة حتى على المؤسسين اهتمل امام القيادة العامة وبالتالي كانت تردت الفعل عالية جدا ونتجت عن صدمة كثير من القوات السياسية ما كانت تتوقع ان يكون البيان خالي من الحديث عن مشاركة القوات السياسية في مراحل الانتغال وايضا القوات السياسية تتحفظ من جانب اخر على مسألة الفترة الانتغالية من العامين انا بفتكر انه في الحقيقة للبيان يعني خلع من ترميز للقوة السياسية السناء معلومة واحدة تتحدث عن ان القوة السياسية تغيير نفسها للملعب السياسي في الفترة المقبلة انا افتكر هذا عمر غير مقبول انا تتحدث عن تحول سياسي ولا يمكن ان يتم التحول السياسي باستغناء عن الغوة السياسية قوة السياسية عامل رئيسي فيما يلي التحول السياسي بيان الجيش لم يلامس لا من قريب ولا من بعيد مشاركة الغوة السياسية في التحول السياسي وهذا الامر لم يكن له ردة فعل محلية صغط يعني كما خرجا موطصنون مجددا وملوا ساحات القيادة العامة وعلق السياسيون في قوة احلام الحرية والتغيير فقط بل حتى القوة الدولية خرجا دول العامة يعني صراحة كلها تصبح تجاه واحد تنتقد البيان وترى ان البيان ده يعني اجحف في حقا القوة السياسية لانه من الضروري جدا ان تتحدث عن الانتظار وتكون القوة السياسية شريك اساسي فيه هل ترى ان تشكيل المجلس العسكري واعلان انه سيحكم البلاد لسنتين يحل المشكلة جزئيا ام انه يعقد المشكلة بصورة كاملة تشكيل المجلس العسكري كما اسلفت في غياب القوة السياسية ما الذي يضيفه يعني هل يمكن العسكري لوحده ان يقوم بأعضاء عمل مدني يحتاج الى يعني قوة سياسية مدربة لا يمكن لهذا العسكري ان يقوم بهذا الدور بالضرورة ان يقوم مدنيون بأدوار عسكرية بأدوار مدنية عفوا وهذا الامر غايب انت تتحدث عن فكرة انتغالية فيها ترتيب للدستور وفيها ترتيب لانتغال وفيها ترتيب لغوانين وغيره هذه الغوانين والدساطير تتطلب ان تكون القوة السياسية مشاركة في كتابتها ان تكون القوة السياسية شريف قصير في وضعها وهي داخل النظام الحاكم لانها تصطر معك المستقبل ولكن اذا اضعبت هذه القوة السياسية عن التخطيط للمستقبل فانك تكتب المستقبل بما ازل عن الفائلين وبالتالي انت لا تكون قد نغلت البلاد الى مربع التحول بل انك ادخلت البلاد في نفق اخر من رفو اسحب بمعزل ادخل 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 المؤسسة العسكرية فيما يلي تعامل فيما يلي فيما يلي نص البيان نص البيان لانه خلق من الانتغال لغوة السياسية فاتصول انه الدور المدني لابده عن يتم وحتى الانتغال فيما لا يحمد اغضاهم يعني مطلوب من القوى العسكرية ومطلوب من الجيش بشكل واضح ان يعمل على مراجعة الديان الذي صدر مساء اليوم اخيرا استاذ عبدالوحاب مصير رموز النظام السابق هناك العديد منهم الذي يعني القبض عليهم ماذا تتوقعون ان يتم بشعلهم انا حتى الان اوشكت في اه في اه حتى الان ليست هناك معلومة واضحة وصريحة ليست هناك مظهر تحدث بشكل قافع عن انه تم اعتقال اه الاموز النظام استثناء الاحديث ابن عوف واضح عن ان البشير موجود تحت اقامة في مكان آمن ولكن انا حتى الان لا لا اعلم من الذي قطع باعتقال الاموز النظام حتى الان هذا الامر غير معلوم و كنا نريد بشكل واضح ان تكون هناك معلومة اكيدة من مصدر اكيد ولكن حتى الان هي علامة عن مصادر تتحدث عن اعتقال شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ عبدالوخاب موسى الكاتبة الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم شكرا جزيلا لك